وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم حكم الطواف بغير طهارة الحلفية قالوا الطهارة عن الحدث والجنابة والحيض والنفاس ليست بشرط لجواز الطواف وليست بفرض بل هي واجبة حتى يجوز الطواف بدونها استدلوا على ذلك بقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق قالوا أمر الله سبحانه وتعالى بالطواف مطلقاً عن شرط الطهارة ولا يجوز تقييد المطلق بخبر الواحد فيحمل على التشبيه كما في قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم أي كأمهاتهم ومعناه الطواف كالصلاة إلا في السواب أو في أصل الفريضة وهو أمر بالطواف مطلقاً فيجزئ على إطلاقه أما المالكية فقد جاء في الذخيرة وفي الكاف قالوا شرائطه تسعة طهارة عن الحدث وتهارة عن الخبث وستر العورة إلى غير ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام ولما حاضت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بكت فأمرها عليه السلام أن تردف الحج على العمرة ولولا ذلك لأباح لها الطواف أما الشافعية فقد جاء في بحر المذهب فقالوا الطهارة من الحدث والنجس شرط في جواز الطواف حتى قال الإمام الشافعي في الأم لو طاف وفي نعله نجاسة لم يعتد بما طاف وكذا ستر العورة وطهارة المكان شرط فيه ولحديث عائشة رضي الله عنها أنها أحرمت بالعمرة لما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فحاضت ولم يمكنها أن تطوف للعمرة وخافت فوات الحج لو أخرت إلى أن تطهر فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ما لك أنا في استقالة بلى قال ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم أهلي بالحج واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت وطوافك يكفيك لحجك وعمرتك إذن اختلف الفقهاء في جواز الطواف بغير طهارة مالك والشافعي قالوا لا يجزء طواف بغير طهارة لا عامدا ولا ساهيا وقال الإمام أحمد في رواية أي في المشهور عنه أن الطهارة شرط لصحة الطواف أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال يجزء ويستحب له الإعادة وعليه دم والرواية الثانية عن الإمام أحمد جاء في الرواية الثانية فمتى طاف للزيارة غير متطهر أعاد ما كان بمكة فإن خرج إلى بلده جب ربي دم